أمراض فطرية أمراض فطرية أو في كل شغل تاني أنا لو في قرب أكتر على الصورة كنت بعرف أو قادة الماء كتير كالسي بيصير في دي بواليا بس هون الأكتر هي أمراض فطرية ليه بتصير الأمراض فطرية؟ مثل قطن أي مثل هيك شي سبونجي على على التراب هل أول شي إذا نحن ضلينا ننكش هالأرض من هوية ما بيطلع الأمراض فطرية هل أول شي لازم نعرف أنه كمان هنا ما من خطرين على الإنسان يعني هيدا ننتبه له دائما بيسألوا إذا هوري خطرين أو هيك لا ما ننخطرين الأساس هو أنه في مشكلة تهوئة نرجع على ذات الموضوع أو عم نسق كتير أو الأبوة مانا مفخوط وهون بتصور على الأرجح عم نسق كتير لأن الطراب من بين ما بتقدر تجفف المائيات طبعا ولما يكون فيه لازم هيك نجرحها بس يفوت الهواء التراب وهيك تفوت الهواء لا تحت نقلبها شواني من دون ما ننزع على الشتلي أكيد هيدا بساعد كتير